ارتفاع تكلفة إنتاج البطاطا إلى أكثر من 50% تسببت في تراجع عدد المنتجين الفلاحيين لأكثر من 80% الأمر الذي استدعى دق نقوص الخطر لتدارك الوضع قبل فوات الأوان في خمس سنوات تضعف تكلفة الإنتاج من 60 مليون سنتيم إلى 140 مليون سنتيم في الهكتار أكثر من الضعف لأنه يبيعهم 35 دينار حتى 50 دينار بـ 50 دينار لو نشوفوا مردود الهكتار 300 قنطار في الهكتار على 50 دينار 150 مليون 150 مليون تكاليف تحمية 40 مليون وين راي الفايدة على الفلاح 20% من المنتجين البطاطا نسحبوه من شعبة البطاطا تحولوه إلى أشجر مثمرة لأنه ما عندهمش لابريم لابريم يدوها الفلاحين اللي عندهم لقم عسي البالاك ومعلوني لبواعدهم قليل أما الفلاحين الكبار ما عندهمش لأنه ما عندهمش غرف تبريد توجيه الدعم إلى أصحابه ومراجعة أسعار الأسمذة والمدخلات الفلاحية ومنح رخص حفر الآبار من شأنها إعادة إحياء هذه الشعبة أول حاجة لابد من مراجعة وتسقيف أسعار البذور لازم الدولة توضع يدها على أسعار البذور لأنه فيها بزنسة كبيرة في أسعار البذور تنطلق من عند الامورطاتور بـ 18 مليون و800 مليون في الأحشرة بـ 38 مليون ونص ضعف هذا مشكلة تسقيف أسعار الأسمذة الدعم يكون مباشر أسميدة وليس عن طريق ملفات يمر على برامودلية المصالح الفلاحية لأن أصحاب الملفات هم أصحاب الأرض أما الملتج الحقيقي ليس اللي عندهم الوثائق مراجعة أيضا أسعار البيع والتخزين مراقبة التخزين تراجع كبير في حجم إنتاج البطاطا مقارنة بالموسم الفارط دفع بالناشطين في المجال لعقد اجتماعات دورية من أجل إيجاد حل للمشاكل التي يعاني منها المنتجون ترجمة نانسي قنقر